المؤمنون لا يختلفون على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا من شروط الإيمان من أركان الإيمان لكن دائماً هناك خلاف بين الناس على أولي الأمر الذين ورد ذكرهم في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وإن كان طبعاً واضح من السياق أن أولي الأمر مرتبة دون المرتبة في هذه الآية لأن كلمة أطيعوا تكررت مرتين ولم تتكرر عند ذكرهم وإنما عطفوا عطفاً ولكن ومع ذلك عبر الزمن هناك من يغالي في موضوع أولي الأمر وهناك من ينادي بالطاعة العمياء وهناك في المقابل من يشق عصى الطاعة لأي سبب يعني أنا أعتقد أن هذه الآية هي من أكثر الآيات في القرآن الكريم التي يتم توظيفها في غير محلها أو على الأقل يتم استخدامها استخداماً سياسياً من أجل تبرير الخبوع والاستعباد للطغاء تحت عنوان أنه مولاد أمر يعني يأتيك رجل يتحكم بالبلاد يسرق خيراتها يسرق ثرواتها يسرق يجلد ظهور الناس ينتهيك الحرومات ينتهيك الحرومات يستعبدهم ثم تظهر لنا فئة من الناس يستشهدوا بهذه الآية من أجل أن يقولوا للناس إياكم أن ترفعوا رؤوسكم أو أن تقولوا كلمة في حق هذا الحاكم هذا إذا اعتمدنا قضية أن أولو الأمر هم الحكام الآن كأن اعتمدنا رؤية واحدة في تفسير النص أنهم هم الحكام مع أن هناك أخوال متعددة ويقفل سياق القرآن يعني أن نستشهد فيه قال ويردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم نعلمه الذين يستنبطونه منهم والحكام لا يستنبطون فالمستنبطون هم العلماء فمن خلال هذا التفسير وهذا السياق أولو الأمر هم العلماء أو في زمن من الأزمان كان حكام الأمة هم علماؤها يعني كانت هذه الطبقة طبقة رحضية الراشدون كانوا كذلك أين عمم يعني من أعلم من الراشدين لا والحقيقة أن السياق القرآن ضابط لفهم الآية لأنه ما هي الآية التي قبلها مباشرة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم أعزكم به فإذن الأمر بطاعة أولي الأمر في الآية التالية مرتبط بالآية السابقة يعني أطيع الله أطيع الرسول يعني في قضايا الحكم والحكومة وأولي الأمر ما داموا ملتزمين بهذين الضابطين والوظيفتين الكبيرتين في الآية السابقة وهي أن يحكموا بالعدل وأن يؤدوا الأمانات إلى أهله فإذا ضيع الأمانة ففسأ أفسد وسرق ويعني أساء تعيين المسؤولين الكبار وقرب حاشيته وإلى آخره ولم يؤدي الأمانة فهو الذي أسقط حقه في الطاعة والامتسال بنفسه بسلوكه وكذلك إذا لم يكن عادلا بين الناس فطاعته في الآية التالية مرتبطة بقيامه بوظيفته الكبرى في الآية السابقة بأداء الأمانة يعني أنا بدي أرجع لما قاله أستاذنا الدكتور عماد أنه أولي الأمر هنا قد تحمل أكثر من معنى قد تحمل معنى أنهم العلماء أصلا لأن العلماء هم الذين القادرين على الاستنباط الأحكام كما بيّنته الآية الأخرى ولكن هذا يدفعنا إلى سؤال حقيقي سؤال كبير أن أولي الأمر الذين أمر الله عز وجل بطاعتهم طبعا شوفوا إحنا بالله شعور رحنا تجاوزنا فكرة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ورحنا أصلا أولي الأمر لأنها هي القضية لعامل المشكلة أصلا أنا كما قلت لا يختلف المؤمنون على طاعة الله وطاعة رسوله وإلا من عصى الله وعصى رسوله متعمدا فهذا ليس بمؤمن فهون يدفعنا هذا إلى سؤال كبير أول شيء سواء كان الأولو الأمر هم الحكام ما هي ضواب طاعتهم أو كانوا هم العلماء ما هي ضواب طاعتهم لا أنا أريد هل طاعت الحكام على إطلاقها وهل طاعت العلماء أيضا على إطلاقها هذا شيء يحتاج إلى تحرير قبل الإجابة عن هذا السؤال دكتور هو أولو الأمر هم المسؤولون عن كل فن في فنون الحياة في تخصصهم ومجالهم أولو الأمر أصحاب الشأن أصحاب الشأن في الفتوى والفقه وتجديد الدين والاستنباط هم أهل العلم والفقه وأصحاب الشأن والأولو الأمر في السياسة والقيادة وتدبير أمور الناس هم الحكام وأولو الأمر في العلم الفني التخصصي هم المتخصصون في هذا العلم وهكذا تمام ولذلك القصة الشهيرة لإمام محمد عبدو لما كان بينه وبين مستشرق ألماني اسمه فانكوك مناظرة في القاهرة وفانكوك قال له أنتب تدعوا أن القرآن الكريم فيه كل شيء فأنا أريد أن أسألك بعض الأسئلة وتجيبني عنها من القرآن الكريم قال تفضل قال استخرج لي من القرآن الكريم وزن الرغيف العيش في المغبز في الشارع المجاور قال له حاضر وخرج الإمام من القاع وذهب إلى الراجل صاحب المغبز وسأله كم وزن الرغيف وعاد إلى فانكوك وقال له وزن الرغيف سبعين جرام قال من أين جئت به قال من الخباس قال أنا طلبته من القرآن قال إن الله تعالى يقول وأطيع الله وأطيع الرسول أولى منكم ووليه الأمر في شأن الخبيز والعجين والخباس هل عندك أسئلة أخرى قال نعم استخرج لي اسمي من القرآن الكريم ليس القرآن يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء أنا شيء فقال له ليس هذا ومعنى الآية معنى الآية وصول الهدايات وتنظيم حياة الناس ووضع ضوابط استقرار الحياة وسلامتها ورغم ذلك فاسمك موجود في القرآن الكريم والله تعالى يقول وَتَرَكُوكَ قَائِمَةَ وَكَنْ إِسْمُ كُوكَ هو أقول يعني فيه زاويتين يعني لو حسمنا الشأن بمفرداته كلمة الأمر في القرآن جاءت في 14 عام تقريبا لو حسمنا الشأن في النهاية هيكون شأنين الحكم والعلم حقيقة هو هذا أكبر الشأن وبالتالي أنا أهود إلى صراح تاريخي بين هؤلاء وهؤلاء كان الحكام ويصارعون العلماء على ولاية الأمر ولاية الأمر الأصل فيها العلم ثم جاء الحكم بعد ذلك في الخلفاء وبعدهم كان وافدا على العلم الذي هو كان وافد بعد الإيمان مباشرة وبالتالي فالأول هو العلم ثم الثاني هو الحكم فوقع الصراح التاريخي المنصور يقول لإمام مالك يابع عبد الله لم يوقع أحدنا مني ومنك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتب للناس كتابا والكلام مشهور أنه ضع كتابا خاصا إجمع فيه أخوان النبي عسل السلام وابتعد عن التشددات فلان وتزهولات فلان وهكذا طبعا مالك هو بالأصل أراد أن يفعل هذا لكنه انتبه وأدرك أن هناك لعبة فقال يا أمير المؤمنين لقد تفرق أصحاب النبي في العمصار وإلى آخر كلام مالك يريد أن يفوت على أبي جعفر المنصور أن يجلس في فدة العلم لن يبقى أعلم مني ومنك بحديث رسول الله انتبه بده يتزاحم على ولاية الأمر ولكن الغريب أن من العلماء من سلم أن ولاية الأمر بهذا المعنى العام هي للحكام أكثر مما أن تكون للعلماء ولذلك نرى الصراع الطويل بين السلطان والقرى على مدتالي أبي وبس هو طاعة العلماء لو قلنا إحنا أن أولي الأمر يحتمل هذين المعنيين بل وربما يحتمل أهل الإختصاص في كل فن يعني مثلاً الناس بتوع المناخ الآن اللي لديهم من وسائل العلم ما يستقرئون به المناخ على مدى مثلاً أسبوع وأسبوعين استشرف لو لم يسمع لهم الآخرون ربما تحصل كوارث طبعاً فلابد من الاستماع إليهم لكن نحن نرجع إلى سياق الآيات هذه فعلاً أنا أميل إلى الرأي التي تفضل بها أخونا أنها تأتي في سياق الأمانة والحكم الآن العلماء لما أنت بتستفتي عالماً في أمر من الأمور أنت في الخيار أن تأخذ بفتوى أو لا تأخذ بفتوى لكن في أمور الحكم هذه أمور تنظيمية إدارية يعني تنظم شؤون الناس يعني لو الناس كل واحد قال لا أنا قواعد المرور هذه لا أريد أن ألتزم بها لا تعجبني تفسد الحياة حتى تفسد الدنيا أنا أرى أنا ثمت فرق كبير بين أن نقول أن المقصود في هذا السياق بالذات أهل العلم وأن نقول أن المقصود أهل العلم أنا لا أعتقد أن هناك وإن كان على إطلاقه أولو الأمر يحتمل كل شيء أنا لا أعتقد أن هناك فرق نعم يعني السبب بعدم وجود الفرق هو السياق وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأقول الأمر منكم فإذا وضعنا الضابط الذي ذكرته حضرتك أنه في النهاية العلماء لا أحد يلزم الناس بطاعتهم كذلك طاعة الله وطاعة رسوله ليس هناك إلزام بالقوة بطاعتهم فيمكن أن يدل السياق أيضا على أن المقصود هم العلماء فلا تناقض في ذلك ولكن أنا أعتقد لا بس لحظة الله عارف الآن بالأنظمة الحديثة إيش صار هذه الآية يطبقونها دون أن يدركوا الآن أنت في عندك الجهاز التنفيذي الذي يدير شؤون الدولة لو صار خلاف بين الجهاز التنفيذي والجهاز التشريعي اللي هو البرلمان إلى من يحتكمون هناك هيئات تفسر الدستور يعترف بمرجعيتها ومرجعيتها معتبرة إما المحكمة الدستورية أو مجلس الأعيان في بعض الأنظمة يعني المعنى آخر العلماء سيظل لهم دور لأنهم هم الذين يفسرون لنا ما قال الله وما قال رسوله في مواطن النزاع التي قد تنشب في أي عمل أنا أعتقد أن وضع المعنيين في الآية مهم جدا لأنه في الأصل النبي عليه الصلاة والسلام قال صنفاني إذا صلحا صلح الناس وإذا فسدا فسد الناس اللي هما الأمراء والعلماء الأمراء والعلماء جمع بينهما أيها فأنا أعتقد أن كلا الصنفين هو مقصود بهذه ولا ضير ولا ضير أريد آيتان واحد تتكلم عن القضاء والسانة تتكلم عن الفتوى ولا ضير ولا ضير آية القضاء التي تفضلت بها ليس عن الأمانات وإقامة العدل والثاني ولو رده إلى رسوله وإلى أولي الأمر وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذي فما السياقان لذلك هذا يحاكي جانب فلا أرى تناقضا بين المعنيين أريد أن أقول أنه المجيء بأولي الأمر بلفظ الجمع مقصود يعني لو كان المقصود رأس السلطة السياسية وتكريس الطاعة ومفهوم الطاعة في الحاكم رأس النظام قال ولي الأمر لقال ولي الأمر لكن السياق القرآنية لم يأتي بصيرة الإفراد أبدا لأنه ينظر الإسلام ينظر إلى المجتمع لأنه منظومة متكاملة دميل دميل وأن المسئوليات فيه موزعة بنظام دقيق وأن كلا ولي أمر فيما يخصه وهذا أشبه بالنظم السياسي المعاصر صحيح الإشكال أين يا دكتور لما يحاول رأس السلطة هذا أن يحاول صيغة الجمع القرآنية إلى صيغة المفرد فيحاول أن يهيمنه على كل هذه المؤسسات وتكون مرجعيتها إليه وحده ويصبح هو الدولة فهو رئيس المجلس أعلى القضاء ورئيس المجلس أعلى الشرطة ورئيس المجلس أعلى للدفاع ورئيس المجلس أعلى للتعليم ورئيس المجلس أعلى للسياحة ورئيس المجلس أعلى الاقتصاد والاستثمار والتنمية هذا موجود فقط في بلادنا العربية قائد العام القوات المسلحة بالضبط هو يحاول أن يحاول يعلم الأول والرياضي الأول هو يحاول أن يحول صيرة الجمع التي أرادها الله جمعا لتكون منظومة حكم متناسقة تتوزع السلطة والمسؤول وبينها قدر من الاستقلال التجربة الحكم الأولى يا دكتور كان فيها هذا المعنى كان الخليفة بذاته يمسل أمام القاضي كواحد من الناس لا يقول أنا الذي عينت القاضي وأنا ولي الأمر ولا يصح أن القاضي يجلسني أمام خصمي بل عندما فعلها شريح القاضي مع سيد علي بن أبي طالب ولما دخل عليه عليه في خصومة بينه وبين يهودي لم يناديه بأمير قال يا أبا الحسن ولم يجلسه إلى جواره كما هي عدته إنما أجلسه في مقابل خصمه فلما انتهت المنازعة اعتذر إليه شريح فقال علي لو فعلت غير هذا لعزلتك لو حولت الأمر إلى سلطان مستبد ممسك بكل الخيوط لأفسدت نظام الحكم وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل هو الاستبداد هذا النوع بالاستبداد يقابل الاستبداد الآخر طرف الآخر فدد دين وأيضا اختصار العلم في شخص واختصار المرجعية في شخص في مؤسسة حتى أيضا في مؤسسة أيضا يمثل هذا الأمر اليوم في واقع الأمة واضح تماما اندحار المرجعية لأنه في الواقع ما قامت على هذا المعنى على هذا المعنى المشترك وما قامت على معنى أن أنا فرد من لبنة كاملة هو العلم المطلق وطبيعة الناس وطبيعة الولاءات أصبحت هي تمنع العالم هذا الدور والعالم في الواقع عاش في دائرة صغيرة يعني أنا ما أتكلم عن العالم بالشمول أتكلم عن الشائع الشائع أنه هذا ما حصل في الواقع انعزلت المرجعية لحياة الناس أصبحت المرجعية هي مطلب بحد ذاتها وليست وسيلة لتنظيمات لاحقة فيما بعد في الأمة والمجتمع لترتيب قضايا الفتوى التعليم والتعلم ونحو ذلك لذلك نحن أيضا نحيى استبداد ديني كما نحيى أيضا استبداد سياسي ومن فضل الله تعالى علينا أنه لا يوجد لدينا مرجعية متمثلة ببشر مرجعيتنا تتمثلوا بكلمة بالكتابة فإن تنازعتهم في شيء نعم ولذلك لا يوجد لدينا كنيسة لا يوجد لدينا كهنوت والفرق الإسلامية أو بعض الفرق التي نشأت في تاريخ الإسلام وأوجدت نوعا من الكهنوت منحرفة وضالة لأن الأساس أنه لا عصمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد فمرجعيتنا هي هذه الكلمة التي وردت في كتاب الله تعالى يعني أنا أعتقد استكمال لمقاله أستاذنا الدكتور عمال في مفهوم الاستبداد الديني والاستبداد السياسي نرجع إلى مفهوم الطاعة ما المقصود بالطاعة أصلا أحيانا هؤلاء المستبدون أرادوا أن يشرعوا الاستبداد تحت مفهوم الطاعة أنه يجب عليكم أن تكون هذه الطاعة بينما نجد أن الطاعة المطلوبة في هذه الحالة هي الطاعة المبصرة وفرق كبير جدا بين الطاعة وبين التسليم المطلق الطاعة هي حالة من الوصول إلى الاستجابة بعد طويل مناقشة لذلك بنشوف في بدر النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي يعني يريد أن يقدم على معركة يسأل أصحابه يقول أشيروا علي أيها الناس أشيروا علي أيها الناس فيقف أبو بكر فيتكلم ويجيد ويقف عمر رضي الله عنه فيتكلم ويجيد ويقف المقداد فيتكلم ويجيد والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أشيروا علي أيها الناس حتى يقف سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه فيقول كأنك تريدنا يا رسول الله قال نعم لماذا يريدهم لأن الأنصار هم القسم الذي يتوقع أن لا يقبل بالخروج الذين تكلموا في البداية كلهم مهاجرين والخروج من أجل القافلة مصلحتهم بينما هؤلاء الأنصار إيش مصلحتهم لا مصلحة لهم في الخروج إلى القافلة وبيعة العقبة ما كانت تنص على قتالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم خارج المدينة فالنبي عليه وسلم يرسخ معنى عظيم في الشورى وفي الطاعة بأن الشورى تقوم على معرفة رأي المخالف وسماع رأي المخالف أو من يتوقع أن يكون رافضا لهذا القرار لا هو الحقيقة دكت هذا كلام مهم جدا جدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم طبق تطبيقا عمليا مفهوم تقوية المجتمع المدني بالعبارة المعاصرة وتمكين المجتمع يعني أم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعصمة الإلهية بالوحي الإلهي بالمواهب التي وهبها الله لرسوله ولم يهبأ لأحد من الخلق أوتي جوامع الكلم إذا قال سمع وإذا أمر أطاع فيتصور يعني أن مجتمعا في هذه الشخصية لا تبرز فيه كفايات وكفاءات أخرى لكن تعال أنظر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه هو الذي قال أعلم أمتي بالحلال والحرام معاز تمام وأعلم أمتي بالفرائض أفردكم زيت وأفردهم زيت وأقرأهم أبي أقرأهم أبي يعني ما المغزن والقائد العسكري خالد لسه انتظر معي هو يصنع مرجعيات داخل المجتمع يمكن المجتمع وفي هذا قال ابن تيمية أن يتحدث الشيخ الإسلام ابن تيمية في هذه النقطة تحديدا يقول وقد بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مجتمعه على التخصص أيوة فقسم التخصصات إذا كان هذا في زمان يا رسول الله فكيف في زمان يا أخي الكريم حتى أن عوام الصحاب يعني هؤلاء أصحاب المواهب الكبرى وظفهم في أماكنهم المناسبة حتى أنه صلى الله عليه وسلم في إحدى الروايات دخل عليه رجلان في خصومة فقال قم يا عمر بن العاص فقد بينهما قال أبين يديك يا رسول الله يا السلام قال قم يا عمر بن العاص فقد بينهما قال أبين يديك يا رسول الله قال يا عمر الحديث الكلنا بنردده يعني إن المجتهد إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فلا أجر واحد طب ليه المجتهد يجتهد ويصيب أو يخطي أنت موجود يا رسول الله لا لابد أن يمكن المجتمع حتى أن عوام الصحابة برزوا كما تفضلت حضرتك في غازوة بد قصة الحباب بن المنزل مانوى الحباب بن المنزل واحد من عوام من الناس ولم يجد غضادة في نفسه أن يذهب إلى رسول الله ويسأله لماذا نزلنا في هذا المنزل أهو منزل أنزلكه الله أم هي الرأي والحرب والمكيدة قال بل هي الرأي والحرب والمكيدة أدل ما في القصة العبارة اللي قالها الحباب بعدها قال يا رسول الله فما هذا لنا بمنزل هذا دليل أنه ليس من عوام الناس وصاحب خبرة بالضبط عوام الرواة تكررت إشارة الحباب على النبي على السلام في منزل المسلمين في القتال في سلاسة موضع غير بد بل إنه مثلا في حصار إحدى القبائل النبي على السلام طال الحصار وأشفق على إخواني وأصحابهم طول هذا الحصار فأرسل إلى رجل اسمه معويع يعني ابن الأحنف أو شيء يعني ليس مذكورا في السيرة إلا في هذا الموضع وقال ما ترى في هذا الأمر وكان رجلا كبير السن حكيما يعني فقال يا رسول الله سعلب في جحر إن أقمت عليه أخذته وإن تركته لم يضرك حتى يأتيك صاغرة فأعجبه الكلام فأمر أصحابه أن يفضوا ذلك الحصار فلم يمر عام حتى أتوه مسلمي فيعني أتفكر فيما تفضلت به في بداية كلامك نقطة في غاية الأهمية نحن من آفات ما تعاني منه جماعاتنا ومجتمعاتنا وهيئاتنا أنه عندما يكون هناك شخص مهيمن بشخصيته بخبراته بعلمه الآخرون جميعا يختفون وكأنهم غير موجودين الدرس الذي لقنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابته ولنا وللأمة حتى يوم الدين أنه ما هكذا ينبغي أن يكون مجتمع المسلمين أنه كل واحد من هذه الجماعة لديه مقدرة لديه خبرة لديه مواهب يمكن أن تبرز ويمكن أن تستغل ويعترف بها ويستفاد منها وبالتالي هنا أنا أمام نقطة المهمتين الأولى قضية أنه المرجعية الأساسية هي النص نص الشري قولا واحدا ولكن النص لا يتجلى إلا بمتخصصين يعبرون عن ذلك فالمرجعية مرجعيتين سيدنا إبراهيم ربنا قال وإذا ابتلع إبراهيم ربك بكلماتهم فأتمهن قال إني جاعلوا كلمات أخذ المرجعية بالموقف موقف قام به فصار إماما وقال تعالى عن موسى ولقد أتينا موسى الكتابة وجعلناه هدى لبني إسرائيل الكتاب أم موسى من الهدى؟ الهدى هنا بمعنى إمام الكتاب إمام وموسى إمام أيضا موسى هدى وبالتالي فالمرجعية تتضافر بهذين الجزئين أن نصنع رجالا على نهج الوحي وبالتالي يتحول لكون له أقدام تمشي على الأرض الوحي يخرج عن إطاره النظري الذي يتكلم عنه صحيح العام لا صحيح طبعا بالتأكيد هو بس إيش هو لما إحنا من أكد على أن المرجعية هي الناص لأن البشر يعتريه ضعف والبشر يموت والبشر ينسى والبشر يعني فمش زي ما الناس مثلا في القرون الوسطى في أوروبا كان ما يحكم به البابا يلزم كل الناس بغض النظر عما يصدر عنه ما قامت الثورات من بعد في أوروبا وما جاءت العلمانية إلا لتخلص الناس من القيود التي فرضتها عليهم الكليسة باسم الدين وطبعا فيما بعد أوغلوا هو حقيقة الذي كان في أوروبا هو نوعي الاستبداد الذين ذكروا قبل قليل اللي هم الاستبداد الديني الاستبداد السياسي لذلك كان من شعارات الثورة الفرنسية أشنق آخر ملك بأمعاي أكبر قسيس أشنق آخر ملك بأمعاي أكبر قسيس لذلك اليوم احنا أيضا نعاني من هذين النوعين من الاستبداد في عندنا استبداد سياسي حقيقي وهذا الاستبداد السياسي أخطر ما فيه أخطر ما فيه أن هناك عمائم تشرع له يعني في فرق كبير جدا بين أن يكون استبدادا مفضوحا يأتي الناس ويقولون هذا استبداد ويجب الخروج عليه وبين أن يأتي إنسان يتغلب على ينقلب على السلطة يأخذها عنوتان ثم يأتي أناس فيقولون يا أخي التغلب هو نهج فقهي يجب أن نقر به وهذا الحاكم الذي يستولي على السلطة استيلاءا والذي يغتصبه اغتصابا حاكم شرعي وولي أمر يجب أن نطيعه ولو سلخ جلودنا الحقيقة يا دكتور ده قلب للحقيقة الشرعية عن أصله تصور الشرعي لمنظومة الأمة يرى أن الأمة هي صاحبة الولاية هي صاحبة القوة هي صاحبة المشروعية هي التي إذا اجتمعت على أمر كان حقا إن الله لا يجمع أمته على باطل وفي لواء على ضلالة لكن الفرد حتى ولو كان حاكما أرضى للخطأ الأمة التي تمنحه الشرعية باختيارها له وتمنحه الشرعية برضائها عنه وتمنحه الشرعية باستمرارها في طاعته وفي تركه إماما لكن إذا خرج عن مقتضى العقد الذي بينه وبين الأمة فالأمة بحسب درجة خروجه الفقه نظمها فإن كان قائما بأصول الحكم المطلوبة وعنده تجاوزات فرعية تنكر عليه الأمة وتنصعه وتعزه وتأمره وتنهى أما إذا أخل بالأصول أصول الحكم المتعارف عليها وأصول العقد الاجتماعي الذي تعقدت عليه الأمة وجعلته حاكما لأجله فإن واجب الأمة أن تغيره وواجبه أن يسمع له ويطيع يعني ما حصل في السورات العربية الحقيقة كان قياما من الأمة بواجبها إذا أحكام أفسدوا وأساءوا واستبدوا وسرقوا الأموال ونهبوا الخيرات ودمروا مستقبل الشعوب لا يمكن أن تظل الشعوب يعني مستسلمة لهذا الفساد الكبير فقامت الشعوب ويجبها قالت لهم اعتدلوا أو اعتزلوا تعرف أن المأساة أن ثورة المضادة التي أحبطت ثورات الشعوب وقضت على آمالها على الأقل في المدى المنظور مولها وحرض عليها من كانوا يدعون المشروعية الدينية سيد مبار من يومين أنا بسمع مقطع لرجل يلبس يلبس لحياته ويلبس يحتذي لحياته تقصد وربما يحتذي لحياته يقول أنا أريد أن أنبه على أن أن من المحرمات أن ينتقد الرجل ولي الأمر أمام أطفاله في البيت داخل الأسراء لأن هذا يجرئ عموم الأمة على ارتكاب المحرم وهو انتقاد ولي الأمر هذا تأليل الحاكم هذا شيء طبعا صيبة هذه وهذا يتكلم في فتوى طيب أين هذه مشكلة فنحن عندما نتكلم أنا باعتقادي لما نتكلم على مفهوم الطاعة هؤلاء شوهوا مفهوم الطاعة أنا أفهم الصحابة كانوا الصحابة ليس فقط أنهم جاءوا و أشاروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف جاءوا اعترضوا على بعض المواقف اعترضوا اعتراضا عندما جاء سيدنا عمر رضي الله عنه و أرضاه يوم الحديبية وسيدنا عمر هو من هو اعترض على الصلح اعترض على الاتفاقية رأى أن هذه الاتفاقية هو رأى ذلك لو ما زال يلح على النبي برأيه و يلح حتى لما ذهب إلى البيت و أرسل النبي في طلبه ذهب إلى خائماته و أرسل النبي في طلبه قال عمر فما استطعت أن أقوم من مقامي و ظننت أنه نازل فيه قرآن مرعوب من شدة إلحاح على نبع السلام وجاء الراشدون من بعدهم الخلفاء الراشدين الذين وصفهم الله عز وجل وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم مهديون و أمر بأن يتمسك بمنهجهم و يعض عليه بالنواجد لم نرى لم نرى خليفة من الخلفاء إلا و أنكر عليه أصحابه كل من سعى ليكرس سلطة الحاكم و يضعف سلطة الأمة فهو يضاد وحي الله قولا واحدا وحي الله جعل الأمة صاحبة القوامة على الحاكم وتطيعه مدام ملتزما بخطها العام تمام وهذا الذي فعله النبي وقاله وفعله الصحابة بعده يعني أين نضع قوله صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة رضي الله عنه ورجل قام إلى إمام جائر فأمره و نهاه فقتله دكتور حاتم الآن تقهنا مليء بما يخالف ذلك هو الذي ندرسه في مؤتساتنا اليوم بهذا و أشياء أخرى لسه في هذا الجانب فقط نحن أمام حقيقة المشكلة يبدو لي و نحن نتكلم عن الوحي أننا نحتاج إلى فهم جديد للوحي و بنفس الأليات السابقة الأليات واحدة المطرقة منذ أن صنعت مطرقة لكن كيف فيها تستخدام و عفوا ليس فهما جديدا و إنما هو الفهم الأصيل الذي حاهمه الصحابة نعم لأنه فيما بعد صارت الانتكاسة الحقيقة عن فهم الصحابة تماما مثلا هذه المبادئ التي نتكلم عنها و النماذج التي ضربت من حياتي الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تتحول مع الزمن إلى مؤسسات لم تتحول إلى آليات ثابتة معتبرة فجاء فيما بعد الموردي لكي يكرس الاستبداد و أصبح كتابه مرجعا في الفكر السياسي لعصور ثلاث تماما لذلك أقول نحن يعني قضية ثبات الأدوات القديمة مقنع جدا فيأتي معنا التجديد على تلك القواعد و ليس إحداث دين جديد و ليس نوع من الحرج الحضاري مع الآخر لا لا نحن في ديننا حاجاتنا حاجاتنا حاجة مص الذي تعيشه الأمة من قرون ليس اليوم فقط في الربيع العربي هذا قهر قديم هذا عندما كان موقف العلماء في الوقع التاريخي يختلف تماما كتب أبو حامد الإسراعيين للخليفة خليفة أهدد فكتب إليه أما بعد فإنك لا تستطيع أن تنزعني عن ولايتي التي ولانيها الله عليها ولكنني أكتب رقعة إلى أهل قرسان أنزعك فيها ملكك لكان موقف العالم و دوره هذا على قلة و أبو حامد مفاتو أربعمية وخمسة تقريبا للهجرة هذا على قلة في ذلك العصر أن يحدث مثل هذا الأمر وضع حد للإمام وين وفي القردحة تبعه يعني يقول قرار عيدة الملك العباس أنا في أساس ملكك أنزعك و لست أنت الذي تقوم في هذا الدور لما كان موقف العلماء في هذا الثبات و هذا صوت لا نسمعه اليوم مكتوبا اليوم كل ما نقرأه من كلام الفقهاء أنه الظالم لا يخرج عليه كلمة الخروج لا عن الخروج العسكري الخروج له معاني كثيرة جدا الخروج نشاط سياسي يقوم فيه الناس بأي شكل كان ضمن المشروع وبالتالي عندما تسد كل هذه الصفحات أين أنت من النفس الزكية وأين أنت من الحسين وأين أنت من كلام الإمام حسن البصري وسعد بن الجبير وكل هؤلاء أبو حنيفة مات في سجن المنصور مش مش هذا القضاء لأنه خرج مع إبراهيم الإمام وافتب الخرج معه أيهما حتى الخروج هذا لما خرج العباسيون على الأمويين ألم يصبح ملك العباسيين مشروعا بعد حين في زمن الأمويين كان من يخرج عليهم يعتبروا شاقا لعصى الطاعة فلما ساد لهم الأمر أصبحوا شرعيين هو لما كان هذا القرن وقرن الاستبداد تحول الفقه الإسلامي فيه إلى فقه الاستبداد أيضا صنع المستبدون فقها وفرضوه على الناس والمستبد دائما حريص على أن يسيطر كما قلنا على كل المؤسسات وعلى رأسي المؤسسة الدينية يعني إذا أردنا أن نضرب المثال بالأزهر الشريف الأزهر حتى ثورة يوليو كان له هيئة كبار علماء وهيئة كبار علماء منتخبة من أئمة المزاهب الأربعة في الأزهر قصدك ثورة يوليو 1952 حتى هذا العاد كان عندنا هيئة كبار علماء تمثل المزاهب الأربعة وآئمة المزاهب الأربعة ينتخبون من يمثلون وهيئة كبار علماء تنتخب شيخ الأزهر وتراقبه وتعزيله وتضع ميزانية الأزهر وتبعث البعثات كان الأزهر له أوقاف تكفي نشاط الديني له في العالم كله لا يحتاجه أحدا فهو مستقل في إدارته ومستقل في أمواله وأوقافه ومستقل في اختيار قياداته ومستقل من ثم فيه خطابه ماذا فعل جمال عبد الناصر بعد انقلاب يوليو أول شيء حل هيئة كبار علماء ثاني شيء صادر أوقاف الأزهر وأنشأ ما يسمى بحيئة الأوقاف المصرية ثم وزارة الأوقاف المصرية وحاول الأوقاف بالمخالفة لإجماع أئمة المسلمين وعامة المسلمين حاول الأوقاف إلى جهة إدارية يسيطر عليها ويصرفها كيف يشاء وباعوها وبددوها وصرقوها إلى آخر الأيام هذه نسمع أن أكبر فساد لمؤسسات الدول العربية هي وزارة الأوقاف السرقات والنهب والرشاوي ثم جعل شيخ الأزهر بالتعيين ليس بالانتخاب من الناس حقيقة كبار علماء حلت أصلا فأصبح شيخ الأزهر موظف حكومي يتقاضى وراتبه وتصرف إليه ميزانياته من الدول دخلت بيت الطاعة لذلك منذ ذلك التاريخ لم يشهد الأزهر أمثال مثل محمد مصطفى المراغي مثل محمد الخضر حسين ما شفناش القامات العالية التي تقول للظالم أنت ظالم في وجهه سعى فكرة ما نال الأزهر نال كل مؤسسات العلم العريقة في العالم الإسلامي تقريبا في مراحل مختلفة الزيتونة في تونس طرأ عليها ما طرأ على الأزهر وإن كان سبقت في ذلك بسبب الاستعمار الفرنسي وأحدث ولا أحرج عن كل المؤسسات ليه؟ لأن هذه المؤسسات الإسلامية المستقلة كانت منارة للوعي أولا في الأمة وثانيا كانت حجرة عثرة في طريق الاستعمار وفي طريق المستبدين الذين جاءوا ووريث الحكم بعد الاستعمار أحكي لك موقفا طريفا فضيل الدكتور في تسعينيات القرن الماضي لما كانت مأساة البوسنة الهرسك كان هناك مؤتمر دعية إليه فضيلة الأمام الشيء جاد الحق علي جاد الحق الذي أعده آخر مشايخ الأزهر المحترمين المستقلين رحمة الله عليه وكان الرجل متأثرا جدا وموجود وسائل الإعلام فيتكلم ويقول وأفوى شباب تسجيل وأطمئن كل الكاميرات وقفت والميكروفونات ويقول كلمة الحق بوضوح لدقائق ثم يقول شغلوا التسجيل فيهدئ الخطاب ليتهقالها على الكاميرات أنا أقول لك أنه هذا هو أحسن نموذج رأيناه في العصر حديث نموذج جمال عبد النصر ورغم ذلك هو يعلم أنه ليس مستقلا لا يستطيع أن يقول مطلقة يعني هذا خضر تأكيدا قضية التجفيف الكامل أنا أدرج مثال في جامعة دمشق لما أسس في 54 كان موقف دكتور سلام عبد كان مسجد جامعة دمشق الخطبة الجمعة التي تسقط وزارة تطلع مظاهرة من مسجد جامعة دمشق الدكتور كان شيخ الله بل محمد شيخ إصمام أو غيره أصم العطار ثم تأخذ مظاهرة تسقط وزارة أسقط وزارتين طلبت كلية الشريعة في جامعة دمشق واليوم كلية الشريعة في جامعة دمشق تبرر يعني في هذه الأزمات قتل الناس ولذلك فعالية المؤسسات في الإسلام وقيامها بواجباتها واستقلالياتها ضمانة رئيسة في استقرار حكم انضباطي واستقامة الحاكم يعني فيه مؤسسة دينية مستقلة مؤسسة علمية مستقلة مؤسسة ثقافية مستقلة مؤسسة إعلامية مستقلة نحن بدأنا نعاني هذا يؤدي في النهاية إلى حكم رشيد بدأنا نعاني في نقطة أن الاستبداد السياسي أثر على المؤسسات الدينية فحول قسما كبيرا منها أيضا إلى حالة استبدادية تقوم على التوريث فاليوم حتى المؤسسة الدينية في كثير من البلدان هي حالة توريثية كما هم الحكام وتقوم أيضا على الصنمية يعني أن هذه المؤسسة هي صنم يجب أن يطوف الناس حوله لا يجرأ أحد على الاقتراب منها لا يجرأ أحد على انتقادها وإذا كان الذي ينتقد الحاكم يحارب بالمخابرات ويحارب بالسجن ويحارب بالتعذيب صار الذي ينتقد أي مؤسسة دينية في أي دولة من الدول يحارب بآيات الله تعالى ويحارب بالتطاول على أهل العلم ويحارب بالتطاول هذا الأمر أنا أعتقد أن صنمية واستبداد المؤسسة الدينية أخطر من الاستبداد السياسي في جهة أن الناس بدأوا ينسبون هذا لا إلى العلماء بدأوا ينسبون هذا إلى الدين نفسه وإلى الإسلام نفسه فأصبح هناك ردة فعل تجاه الدين وتجاه الفكرة وتجاه الإسلام بحد ذاته وهو تكمل خطورة هو الاستبداد الديني دائما في خذبة المستبد للطاقوة السياسي طبعا في تاريخ أوروبا هكذا كان حتى البابا في البابا الفاتيكان كان دائما تبع للملك الأقوى في هذه الدولة أو في تلك الدولة ونحن شهدنا مؤخرا شوف اللي حصل في السعودية علماء السعودية هيئة كبار علماء كانت لديهم منذ عقود منذ عشرات السنين فتاوى في تحرين كذا وتحرين كذا وتحرين كذا وتحرين كذا يجي محمد بن سلمان يقرر أن كل ما كان محرما أصبح مباحا فيستبدل من كان يحرم بمن أصبح يميح ويطلع شيخي يحدثنا عن فضل الغناء والموسيقى يعني مثلا أنا سمعت أذى بأوزن يعني أهدر أينه بأيورينا يعني هو الشيء اللي مش متصور أن ننتقل من بدعية عيد المولد إلى إباحة عيد الحب يعني هذا الانتقال الصارخ هو انتقال يسيء للإسلام كلتا الحالتين مخالفة للعرف والشرع لأنه برضو أنت لا يجوز أن تحرم ما لدليل على تحرينها يعني اللي حرموا قيادة المرأة للسيارات في زمن من الأزمان لم يكن لديهم دليل على دليل بقواز قيادة المرأة للسيارة أنا بقول يعني هذا الكلام يفرض علينا قضيتين الله يكون بيعون الشباب كم يعني يحتملون من هذه القيارات الدينية نين؟ تقول لي يعني نحن أنفسنا أنا جزء أنا أتكلم عن الحالي أنا دكتور الشريعة أنا جزء من هذه المؤسسة ما الذي ينبغي أن أقوم فيه أنا وأمثالي في مثال السياق نحن أمام في الباقة تحديات نفقد فيها يعني لا أقول لمرجعية بمعنى الدقيق وإنما يعني العودة كان الناس يعودون إلى طلبة العلم والآن لا يعودون فنحن في حالة تراجع الكل كان يظن أنه يعني في الربيع العربي لو تم تلومه على خير سيستقبل مشايخ بالورود وبالكذا اليوم أتصور لو عظم سيستقبلنا بشيء آخر والله في بدايات الثورات كان للمشايخي وضع ممتاز حقيقة والأزهر كان رأينا علماء الأزهر يعني هو الموقف الديني أم موقف الدولاب المرتفع لا الحرية هي أتيحة الحرية فانطلق الناس يعني أنا لا أشك بأن الجزء الأكبر من علماء الأزهر هم مع الناس دكتور أبو مجرد نجاح الثورة كان من أول قراراتها إعادة هيئة كبره العلماء الأزهر فشكلت المرة أقولها في 2012 الدين الباطن لا يكفي يحتاج تعبيرا ما الفرق بين النفاق والإيمان هذا الأمر الأمر يحتاج تعبيرا فإذا لم يكن التعبير كافيا فهنا ممصورة خطأ سنبرر الأجيال أن تكون في هذه الحالة على تغييم ما في الداخل وبالتالي سيبقى الاستباد قائما بس أنت سألت وبوصفك من أهل الاختصاص في هذا ما هو دورنا أنا أعتقد إلى أن تأتي الدورة الثانية من الثورات ونحن مقبلون عليها بإذن الله تعالى وهذه طبيعة التغييرات علينا أن نعمل معا على وضع نظرية سياسية منسجمة مع مبادئ الإسلام وأحكامه مش تقليد لما كتب في عصور الاستبداد والتخلف صحيح وما نهضت أوروبا إلا عندما أوجدت نظرية حكم تعيد السلطة للشعب وتحرر الشعب من استبداد الطواغيت فنحن نحتاج إلى أن نعمل على هذا الأمر قولا واحدا لكن هنا في نقطة في لائة الأهمية يعني الحالة في أوروبا خرجت من فراغ في الوحي نحن الآن عندنا الوحي موجود وبالتالي أرى أننا أمام صورتين الصورة الأولى أن نصلح الواقع ونقول هذا هو الإسلام الصورة الثانية أن نصلحوا واقعا يتناسب ما حالنا ونترك لأبنائنا يومما أن يصنعوا ما أرده الله سبحانه وتعالى ربما اليوم العالم شكل الدولة يعني العالم كله تغير بعد الثورة الفرنسية إلا فكرة الدولة للرفوب السياسي لم يتغير ما أفرزته الثورة الفرنسية من فكرة الدولة حتى الآن قام باقتصاد تغير كل الرؤى تغيرت لأن الدولة اليوم تقوم على أساس الضبط والسيطرة الضبط المواطن والاستعباد المواطن وكل الروابط ليبقى المواطن في الواقع منضبطا في أطر عامة والقانون ليس مسرح العدالة القانون مسرح الضبط اليوم القانون ما أصلح مسرح للعدالة وإن مجال للضبط يمكن بالقانون أن تجرم وأنت في رأس الهرم وفي أي موقع أن كنت يمكن زورا وبهتانا وبالقانون ويحصل هذا في كبريات الدول المشكلة أن تغيرت القيام كثيرا تزلزلت رؤى الإنسان لغياب الوحي ولعجزنا نحن أن نقدم رؤية جديدة نحن لدينا ما لا يتوفر لديهم وأنت أشرت إلى الغالي نحن لدينا ذلك الوازع الديني الذي ينبغي أن يزرع في نفوس المؤمنين منذ الصغر حتى يكون كل واحد منهم رقيبا على نفسه لأنه في الغرب في المنظومة الديمقراطية يحاجب سموها checks and balances اللي هي الموازنات تضع مجموعة كبيرة من الآليات حتى تحول دون أن يحصل هذا الخلل الذي يحصل اللي هو محاولة الإنفلات من القانون محاولة الاحتيال الكيل بميكيالاين كل هذا موجود وهم وضعوا كم هائل من الضوابط للتقليل منه ونجحوا إلى حد ما نحن لدينا ضابط لا يتوفر لأحد من الأمم وهو التقوى هو ليس مجرد ضابط نحن لدينا مصدر نحن لدينا المصدر الذي نستقي منه المنبع الحقيقي يعني في النهاية التجارب الأخرى هي تجارب بشرية أو على الأقل منبعثة من مصادر اجتهاد بشري محض نحن لدينا مصدر إلهي الله عز وجل قال فيه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى يعني هي الأصلح سبيلا وهي الأفضل طريقا فالأصل ما دام عندنا منبع وما دام عندنا مصدر أعتقد أن المهمة تصبح أسهل والمسؤولية أكبر ولذلك دكتور المهمة أسهل ولكن المسؤولية أكبر هذا صحيح ما يتعلق بالتشريعات ولكن كيف تلزم الناس بأن ينضبطوا تحت هذه التشريعات هنا يأتي سلطان الدولة ويأتي سلطان الضمير أنت بحاجة إلى الاثنين معا حتى تحقق هو الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هذا المصدر هو دائما مبعث الحياة في هذه الأم يعني بداية أمر هذه الأمة حديث حزيفة وبعبيدة غيرهما أن الأمة ستمر بخمسة أطوار في تاريخها كله بدايتها انتقال من الجاهلية والوسانية إلى النبوة صعود حضاري هائل من القاع إلى القمة دفع واحدة الحضارات لا تعرف هذا ثم بعد ذلك يبدأ الهبوط التدريجي للأمة فينقطع الوحي وتنزل الأمة من مرتبة النبوة إلى مرتبة الخلافة الراشدة ينقطع الوحي مع بقاء المنهج الكامل ثم ينتقص المنهج فيكون حكم عدود أو ملك عدود كما سمع النبي أصلا ملك عض ولما سمع ملك عض أشار إلى وجهي النقص الذين يدخلان على الأمة في هذه المرحلة الطويلة أنها تتحول إلى ملك وإلى وراسها فملك فيه مظاهر الفساد المالي والاتخاذ القصور والجواري والخدم مظاهر الملك وهذا ليس من الإسلام وإلى النظام الوراثي وهذا ليس من الإسلام يعني هناك منهج دخل عليه النقص من جهة الملك ومن جهة الوراث ثم بعد ذلك تنتقل الأمة إلى أسوأ مراحلها ثم يكون حكم جبري ووصف هذا الحكم الجبري في نصوص كثيرة منها مثلا ثم تكون جبروة نص عجيب جدا جبروة صلعاء لا متعلقة فيها لأحد تضرب فيها الرقابة وتؤكل فيها الأموال ابن الأسير ويفسد جبروة صلعاء دي قال جبروة هي الجبروت نفس المعنى ونفس الكلمة لكن الصلعاء قال التي لا أسر فيها لخير تخلو فيها الأمة من الخير تماما كل وجوه الفساد والاستبداد وعكس الأمور عن حقيقتها وفي حديث البخاري قال هذا مثل واقعنا مثل واقعنا ولذلك إنما أعلى السلام قال يا دكتور إيه في وصف هذا المرحلة هذه المرحلة وعدتم من حيث بدأتم حديث البخاري في هذه المرحلة رجعتم إلى البداية الأولى الجاهلية واحتاجت الأمة إلى بناء حضاري جديد يجدد مفاهيم الدين لكن ضمانة هذا البناء الحضاري موجودة وهي الوحيد إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظه يعبسوا بكل شيء لن يستطيعوا ولذلك ترجع بعد ذلك الخلافة الراشدة أيوة قال ثم تكون كما ذكرت المصدر موجود المصدر موجود وتفسير التاريخ هذا حدث مفسر أنه مفسر التاريخ الإسلامي كله بهذا الوصف يحتاج وقف قليلا لكن ما يحتاج أن نقف فيه في الواقع أنه لسنا لوحيدنا في العالم لابد من الإفادة من الآخران لذلك يعني كيف أوفق بين هذا وذاك كيف أوفق بين هذا الرسم الدقيق من البداية إلى النهاية مع الإفادة من الآخر فذكر أنا تفسير هذا لمراحل زمنية أولى من تفسيري على التاريخ كله هذا من جانب الشيء الثاني كيف اللي أنا أتعامل مع الآخر اللي هو في الواقع وقع في مطبات أنا رأيتها سببها البعد عن الوحي في النهاية في الواقع نحن لا نتعامل مع الرؤية الإسلامية الدقيقة الإسلامي بارادايم غايد البرادايم الإسلامي غير موجود وإنما نتعامل مع البرادايم علماني بمعنى نأخذ تأتي الفكرة ولا بوسوها معها اليوم اليوم لو الدكتور عزام هو اللي صنع لنا السيارة الدكتور عزام ممكن يحط اللي يبوس للقبلة فيها ممكن يحط لي إنه الكرسي اللي جنبك يتوقف فيه اللي جنبك فيه يصلي أو يتوضح لكنه قد صنعها جورج و جوزيف حاجاته بده دخان بده برد للويسكي جنب منه بده الديجي تابعة الميوزيك هذه سيارة فاخرة هذه حط ثقافتك فاخرة جدا هذه لا تصل إلينا لا هذه فيه منها هذا السيارات الطويلة لكن بشكل عام اللي بدي أقوله أنا إنه في الواقع الأخذ من الآخر ينبغي أن أنتبه إلى البرادايم الوافد بأثناء ما نتلقى ومن ثم لا يبقى إلا الوحي هو الضابط والناصب حقيقة وهو الهوية أنا مش شايف اللي أنا أكون مسلم من غيري الوحي أبدا هو هويتي وإلا أنا خرجت طبعا ووقع عدة البعث الحضاري للأمة مهما بعدت ومهما ضعفت تظل لديها الفكرة الكاملة القوية التي هي أقوم كما أشار الدكتور محمد وهي قادرة على بعث الأمة في أي وقت لذلك الله عز وجل ما قال فإن اختلفتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إيش قال قال فإن تنازعتم فإن تنازعتم لأن القضية مع هؤلاء معولات الأمر لن تصل إلى مرحلة مجرد اختلاف ستكون حالة تنازع وعند التنازع التنازع دائما يحدث فيه تمزيق للأواصر ويحدث فيه هدم فهذا التنازع يحتاج منك أن ترجع إلى الأصل وهو الوحي لإعادة البناء من جديد التنازع هو قطع قطع لعلاقات دكتور هذا الجيل من المستبدين النسخة الأخيرة من المستبدين في العالم الإسلامي الحالية تقصد نحن عارفين نسخة الأخيرة الأخيرة في هذه اللحظة ويبدو أن الاستبداد قدرنا في هذا الجيل من التاريخ الإنساني هذا آخره على فكرة هذا آخره بإذن الله تعالى أنا أستبشر خيرا لأن الثورات التي بدأت قبل سبعة أعوام هي كانت الجولة الأولى في سلسلة جولات قادمة ولن يطول بين المنطقة أنا أريد أن أقول أن هذا الجيل من المستبدين يساعد الأمة من حيث لا يدري هو بيهدم يستفزها يهدمه المؤسسات الوازنة التي حامت الاستبداد على مدار عقود تمام هو الآن يفرغها تماما كان فيه مؤسسة قضاء الناس يعني يرون فيها شيئا من الاحترام الآن يمسخ هذا تماما مؤسسة عسكرية يشويها تماما هذا معناه أنه هؤلاء المستبدون أنفسهم بالفعل يهدمون النموذج الموجود ويهيئون الأرض لبناء نموذج حضاري جديد نهيك طبعا عن الانحراف الأخلاقي الذي كان جله مخفيا من قبل مستورا والآن انفضح يعني هذا الذي يشتري لوحة للمسيح يدعى أنها تصور المسيح بما يقرب من نصف مليار وهو وأباؤه وأجداده يحكمون الناس منذ العقود باسم المشروعية الدينية باسم العقيدة الإسلامية العقيدة الإسلامية الولاء والبراء فنكشفه يعني حصلت عملية تكشف هائل ومش بس اللوحة وقارب وبيت ومصائب لا لا عندما يا سيدي يهلك الطغاة في بلادنا فنكتشف أن أكثر بلادنا فقرا يحكمها أكثر الناس غنا وطرفا على مستوى العالم يعني لما يموت علي عبدالله صالح واليمن التي يموت أهلها جوعا فنكتشف أنه عنده عشرات المليارات وكذلك كلهم سواء يكتشف الناس ما فعله زي العبدين ولا حسن مبارك من أموال هذا شيء أنا أعتقد أنه وقود إضافي للناس من أجل أن لا يقبلوا هذا النموذج بعد الآن أسعودا إلى السؤال الذي طرحه دكتور عمال لابد من أجل ترجمة نانسي قنقر